اشتركوا في القناة واستعرض هذه الافكار سواء بالاستناد على الصور او ربما هي الصورة بحد ذاتها هي الاصل معك في المكون اللي عبتقدمه لجمهورك بالعموم سواء كانت احداث تاريخية مراحل معينة تنفيذنا بشروع انشطة او ما شبه ذلك كثير من الافكار ممكن يعني انك تستند على درسنا اليوم وتطلع وتغذي افكارك اللي انت حابب توصلها لجمهورك لكن بطريقة بسيطة وجميلة وجديدة وحصرية واحترافية فتابعوني حتى النهاية ورح نتمم ان شاء الله وتعالى مثل موعدكم هذه المشاريع بفيديوهات بسيطة وما اتأخر عليكم ان شاء الله اذا فكرة كيف انا اعمل تسلسل صور بطريقة معينة واجعل هذه الصور متحرك بشكل سلاسي الابعاد وايضا كيف اضمن عليها شروحات لهذه الصور فخلني اتوجه الى احد المواقع وانا كنت مجهز بعض الصوريات رح نبدأ باستخدام هذه الصوريات تمام ابدأ على سبيل المسال انكم باليمين وبنختار نسخ الصورة بتوجه الى برنامج باوربوينت وبختار لصق او كنترول زائد في ببساطة بتوجه الى الصورة التانية بنختار نسخ الصورة وبنتوجه الى باوربوينت وبختار لصق الصورة فمن كرة العملية ورح نختار اليوم معانا ست صور تمام ست صور كنترول زائد في وبرجع الى اه الموقع كمان بنختار نسخ الصورة وبتوجه الى باوربوينت وبختار لصق ما عدد اعرف كم واحدة صاروا تمام رح نختار نسخ الصورة وبرجع الى باوربوينت ونعطي لصق الصورة خلنا نشوف نحن كم صورة صار في عنام هذه واحدة تنتين تلاتة اربعة خمسة لا لحظة حتى نكمل ما بصير ما نكمل ونختار الصورة رقم ستة ونبدأ عملنا في برنامج باوربوينت اصدقائي الان الصوريات على خلاف احجامة وابعادة متل ما انا شايفين تمام كيف ممكن احنا نضبط كل هذه الصوريات بنفس المقاسات ببساطة اختصار بحدد اول صورة بتوجه الى بكتشر فورمت او تنسيق الصورة ومن جروب اللي هو اختصاص بنختار اختصاص بنسبة واللي يكون تلاتة على اربعة وبجعل اختصاص كل الصوريات بنفس الطريقة تماما ازا بنسبة تلاتة على اربعة وبنكون باي مكان حتى ازا كان في عندي اي اجزاء اضافية يقوم البرنامج بتحديدة وقصها متما نشايفين مباشرة ازا بجعل كل نسب عرض هذه الصور بنسبة تلاتة على الاربعة وهو مثال فيك تختار انت اي نسبة بتشوفها مناسبة لك ضمن عرضك للصوريات تمام وايضا الموضوع بيحكم الى عزد الصور راح تشتغل عليهم تمام فبتختار صور مربعة بتختار كزا الى ما هونالك النسب كلها موجودة الان راح اقوم بتحديد كل هذه الصوريات وبنتوجه الى فورمات او بيكتشر فورمات عندي العرض والارتفاع تمام فقط انت اضبط واحد منهم هذول مربوطين مع بعضهم البعض راح اشتروا ديناميكيا تمام يعني تمام بهذا الشكل فمنلاحز الان والطول عرض مرتبطين مع بعضهم البعض فخلني اختار وليكن عسبين مثال ثلاثة او اربعة لالارتفاع هذا اربعة والارض راح يكون معاي ثلاثة فمنلاحز انه تساوت كل ابعاد الصوريات باختصار الان كل شي مطلوب منك انك تعمل عملية الترتيب لهذه الصور وليكن بهذا الشكل وبهذا الشكل وبهذا الشكل وبهذا الشكل باختار كنترول زائد اي وكنترول زائد جي يعني صاروا عندي جروب واحد الان الفكرة بعد انا ما ضبطت يعني عرض الصور اللي انا محتاج اصلت ضو عليها ضمن هذا البروجيكت او المشروع كيف ممكن احولها الى ثري دي في برنامج او في نظام التشغيل الويندوز عشرة في عندي برنامج اسمه الرسام ثلاثة الابعاد ما سبق من قبل سلطنا عليه احد المهارات او انا كنت ما اشتغل الرسام بصراحة فما ما ذكرت اي شيء عنه بالعموم لكن اليوم راح نستعرض مهارة جميلة في الطباعة ثلاثية الابعاد او بتصميم الصورة ثلاثية الابعاد من خلال هذا البرنامج اللي بيجي مع ويندوز عشرة لهيك انا راح اختار الصورة متل ما هي واختار كنترول زائد سي فبنتوجه الى قائمة ابدأ وبتبحث او بخنط البحث وباشرة عن الرسام او رسم ثلاثية الابعاد او الرسم بهيئة اشكال تو دي او ثري دي لكن هو موجود عندي اياه ثري دي لكن بيدغله في عندك امكانيات التو دي والثري دي راح نشغل هذا البرنامج الموجود وعندوز عشرة وبختار تمام بروجيكت جديد ومعبول لصق للصورة يلي قمنا اساسا بنسخة من برنامج باوربوينت واللي نحن كنا طبعا بكل بساطة والصورة محددة متل ما هي بجي بختار اي اصطنع منها ثري دي خلني ازغر ابعادها تمام بس حبل العالة شوي مشان تكون ضمن فراغ العمل متل ما انا شايفين بالضبط يا اصدقائي تمام هذه صورة سلاسية الابعاد انا محتاج الان اني اصدر هذا الملف بكل بساطة على هيئة ثري دي فبتوجع الى المينيو اللي قائمة وخلني اختار سيف از وبنختار ثري دي موديل تمام وبختار يعني مكان على سطح المكتب باي مجلد كان بالذات وبتسمي الصورة خلي اسميها واحدات على عجل وبختار سيف خلني ارجع الى برنامج باوربوينت واقوم بازالة الصورة الموجودة نكبر شوي شريحتنا وبتوجع الى انسيرت ثري دي ميديولز وبنختار ديفايس اي صورة من هذا الجهاز وبحدد الصورة وبنكر على انسيرت والصورة اصبحت سلاسية الابعاد هذا صور جميل جدا جدا ومفي ابتكار اشكال متحركة على هيئة سلاسية الابعاد انا خلني اعطيك يعني نموزج على الاستخدام البسيط وراح انتبع هذا المشروع بلقاء قادم وقريب ان شاء الله يعني على سبيل المسال انا لو اخترت اي شريحة تانية واستخدمت الان انتقال مورف انتقال مورف تمام وخلني انا اوسع الصورة شوي اكبر حجما ومنعمل مسلا هذه الاستدارة كمان برجع بختار مثال وبرجع خلني اصغر شوي خلنا نكبر الان الصورة وبغير بزاويتها وليكن معي على سبيل المسال هذا الشكل الان نحن لو شغلنا العرض التقديمي لاحظة الان الجمالية في استخدام تحويل مورف مع عرض الصوريات بطريقة احترافية ان شاء الله وتعالى باللقاء القادم رح نتعلم كيف نحن نجعل النصوص ايضا متحركة ومحاكية لحركة الصور سلاسية الابعاد بحيث نضع مؤشرات استقطاب معينة على كل جزء من هذه الصورة وفي عليها وصف وشرح ونتمم مشروعنا اللي هو رح يكون فقط عبارة عن لقاءين فاتمنى منكم التفاعل والدعم والف شكر لحسن تواجدكم واصغاءكم لهذه الفيديوهات فاتمنى الافادة والخير والتوفيق للجميع والقاكم على خير ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة